السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بكم شباب. اه مرادة مرادة مع الفيديو التاني من السلسلاتيو جايتو اي تي. تمام? اه مرادة يعني هبتدي اه في موضوع اه ده تاني مجال احنا في اول الفيديو كلمنا عن مجال النتورك والانترنتورك. عارقنا الفروق ما بين النتورك بانترنتورك شوية عارقنا الرادر وسويتش عارقنا ازاي تبتدي في مجال النتورك. اه اما النهاردة هناخد مجال جديد خالص ممكن يعني على يعني اه كتير منا ما يعرفش عن المجال ده خالص. حتى ناس مشغلة في الاي تي ماعرفوش عن المجال بتاع السيكورتي. تمام? لان انا بجيبهم هاكر واعادوا على هينة السيرفر بتاع الشركة بتاعتي عشان يعمل نظار بتاعك. تمام? فااااااااااب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ على بلقات الله. ام انا حطت العنوان هنا still serious and fashionable. ام ده انا شايف انا اسراحة Brunoز صراحة حطيت العنوان الجانبي ده بعد التفكير. فعلا وظيفة وظيفة يعني غضة. انت مش عارف هو بيعمل ايه بالزبط. يعني انت مسلا مع سبيل المثال مهندس مدني ومهندس معمالي. تمام? مهندس للشبكات. انت عارف شغله شبكات ايه على ايه? يعني ايه ايه يعمل تشبيك بين جهاز والتاني والتالة والربعة. لكن انت اما اجي اقول لك انا شغال مهندس امن علومات. يعني تجي بتفكر كده ايه ده? يعني بتعمل ايه? تمام? فعشان كده مستيريوس. اشكال غنظة. تاني حاجة في شنابل. اه اه حديثة. يعتبر موضة جديدة في الانتربيز ماركت. تمام? اه طبعا الموضوع التده. الموضوع التده انا كنت مع مزلت بوست اه من قيمة كان من اول مبارح تقريبا اه شركة صينية بتتاجر فيه التلفزيونات. اه بيتعامل معها اكتر من مية وخمسين اه يعني اه بيتعامل معها عملة على من اكتر من مية وخمسين دولة حول العالم. اه الشركة دي في بعض العملوا على الويب سايت بتاعها وقع على مدة تلت ايام. العملة اللي طبعا بيستخدم الويب سايت ده ان هم يعملوا اردرات وكده خسروا بسبب اه بسبب اه بسبب ان المبقى قوي على مدة تلت ايام خسروا فوق مية وخمسين مليون دولار. فيه تاجر اه اه رفع قضية على اه الشركة. والشركة راحت للمحكمة بتقول ده انا فيه هاكرز هم الهجموا علي. فانا يعني انا الضحية. تمام? اه اه ايش المحكمة راحت بعت اه اه اي تي تيم اه متخصصين في الانفرميشل سيكورتي عشان يبحثوا على الصغرات الموجودة في الموقع هلهم متأمن صح ولا لا? وجدوا ان الموقع لا يتمتع باي وسيلة وسيلة من وسائل حماية السيكورتي بروسيدجرز. بالتالي وقعت المحكمة غرامة عن الشركة وخمسين مليون دولار كتعويض للعمل. فمن اه اه حكاية زي دي تخليك تفكر ليه اه 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 تفكر ليه اي بنك اي شركة محترمة شركة كبيرة. زي مثلا ان طبع عندك بحصر بتاخد مثلا شركات زي بولا بولا تي داتا لا يخلو لا يخلو الاي تي اه الاي تي دي بارتمنت من فريق متخصص في السيكورتي. فريق متخصص في السيكورتي. اه طب. دلوقتي اعنعرف مفهوم اسمه الاثيكال هاكين. دلوقتي لو انت روحت وقلت الواحد تمام? تقولوا ده انا الاثيكال هاكين يعني الاختراق الاخلاقي. فانت لو روحت وقلت الواحد مسلا انا مش بيه اقول مثلا انت في شغل ايه? تقولوا انا شغل ايه كان هاكر? هاكر اخلاقي. يجي هيبص لك كده يقولك ايه ده? هو الهاكر اصلا الهاكينج اصلا عملية اخلاقية? التجسس عملية اخلاقية? هنا تحتاج تفهمه انت بقى بتعمل ايه? لا انا بعرف اهاندل اللي بيستخدمها الهاكر. وعن طريق ان انا عرفت الاساليم والادوات اللي هو بيستخدمها عشان يعمل هاكر اكتاك عليها? انا بستخدم المعرفة دي فاني اعمل او نظام تأمين عملي. نظام سيكورتي عملي. زي بالزبط كده اللي بيدخل كلية الشرطة بياخدوا مواد خاصة او الحراري بيفكر ازاي? لو واحد عايز ازاي مثلا بنك السيناريو بيعملش ازاي بيفكره ازاي مش ايه? هكزا. تمام? فانت ايتيكال هاكر مش واحد مش هاكر مش هاكر. هو مش هاكر بيخترق. بيخترق موقع او كزا او كزا. عشان يعمل اتاك. لا. ده واحد بيعمل يستخدم المعرفة انه يعمل ديفنس. طب. نطلع اوت كده اخزون في الارض ده. ونفتح بلف وارض كده. نعرف حاجة. احنا عندنا يا جماعة الهااااااااااااااااااااااااااااا على مشهر عالم. بقسمتهم كده لتلت فرق. تلت انواع. انت اخزون بكالفط. اول أول نوع Types of Hackers أو Types of Hackers أول نوع بيسموه Black Hat Hacker بيسموه كده هاكر القبعة السوداء الهاكر ده الشخص ده واحد بيدخل على الموقع إما لغرض بين اتنين إما أغراض تخريبية هو عايز يخرب الموقع كده عشان يعني يحقق كده ايه يحس ان هو عمل حاجة أو لأغراض مالية زي مثلا انا اخترقت حساب واحد في بنك مثلا تمام؟ او ادفع لي فلوس من شركة عشان اوقع موقع للشركة منافسة او ادفع لي فلوس من شركة عشان اهاك على الساستن بتاع الشركة وبالتاني اشوف البيانات المهمة والحساسة بتاع الشركة المنافسة الماركت يا جماعة فيه فيه الكلام ده فيه الكمبيتشن دي الكمبيتشن دلوقتي ابعت لك مثلا شركة تبعت بلتغية لشركة فيخربوا المقر بتاعها والمخزن ويحرقوها ويشاركوها لا ده ما بيحصلش دلوقتي الموضوع نطاق على مستوى التكنولوجي دلوقتي انا بقيت ممكن اجر هاكر عشان اخترق لي مثلا سيرفر او او نتورك او سيستم او باتا سنتر للشركة منافسة عشان اما ان اعرف اعز اعرف اغراض اعز اعرف طريقتا ما بيعاب بتاعيتهم بيفكروا ازاي اه على الخطة المستقبلية وما مثلا نوين السنة دي يعملوا ايه هاكزا حلو او الكلام لبدا اول نوع ادلاك هات هاكر تاني نوع اسمه الوايد هات هاكر دي القصيد ثيكالهاكر الوايد هات هاكر هو الهاكر الوظيفتك الاتي انا اديتك شوية معلومات بسيطة في الاول دلوقتي اديك شوية معلومات بالتفصيل الوايد هات هاكر ده بيروح متى في شركة او بانك الاول البنك بيتعاقد معاه انت بتبقى مثلا مهمة سكوريتي بتاعنا انت اللى هتعمل نزم سكوريتي بتاعنا بيعمل ايه؟ بيقوم قاعد على الجهاز Lori or Connect تمام؟ وبيحاول يخترقها. بيحاول يعمل عملية التاكم. عن طريق المحاولات دي هكيد لأ عارف مسلا في قاعد عالسيرور الرئيسي بتاع البنك فعارف يدخل عليه. فبيسجل في تقرير متفق بقى مع اشتمع البنك مسلا انا اطلع تقرير كل اسبوع اطلع تقرير كل شهر مسلا متفق بيحط تقرير كل اسبوع فرضا بقى اساس انتفق بقى كل اسبوع تحط لي تقرير عن النظام الامني بتاعي. بيقول مسلا انا قد تم اختراق الموقع الفلاني في اليوم الفلاني. وعن طريق الاختراق وجدت اد. المنافذ يعني يعود يحط ليست بالثغرات الموجودة بالسيرفر اللي عن طريقها قدر يعمل. دي اول حاجة يبقى اول حاجة بيرصدها بيكتبها في التقرير الثغرات اللي هو لقاها. تاني حاجة بيكتب الادوات اللي هو استخدمها في عملية الهيكين سيستم. تالت حاجة بيكتب عشان اا اا اقفل الثغرات دي. ده شغل الويت هاكر. الويت هاكر. ده شغل ده شغله. هو بيعد يعمل عمليات اختراق على البنك مثلا او الشركة اللي هو فيها في السيستم بتاعه. هو اللي بيعمل بها بصمارية الاختراق. تمام? وطبعا عملية الاختراق اللي هو بيعملها بتتم وفقا لقطر محددة. لان ممكن يعمل عملية اختراقها مثلا لسيرفر وبالتالي هيوقع على السيرفر. هيوقعه. يعني هيبعون فكداون. وممكن البيانات اللي هو اللي بيعمل عليها هاكر تطيع. تضيع. فبتم وفقا لقطر محددة. بتكون مبينة بعقد ما بين الشركة وما بين مهندس السيكوريتي. وطبعا عن طريق دراسته. لان هو مش هاكر هاوي كده. لا هو بيبقى دارس مناهج. دارس حاجات ودارس خطوات اللي انا بعملها اا 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 اعمل الشغل ده ازاي. حلو اهو كده. ده الوات هاكر. في وظيفة تانية في في فرق فريد تالت اسمه. الري هاكر ده بيتنقل كده ممكن يكون ممكن يكون موات هاكر حسب الظروف اللي هو بتحيط بيه. تمام? اه على سبيل المسال. انا واحد انا واحد اهو قاعد اتعلمت شوية اا ادوات وبرامج وكده اا اا اخترقت موقع في التالي في التالت. مسلا جاي واحد يقول لي والله يا احمد ده انا الاميل بتاعت سبق. فانا عايزك تحاول ترجعوني. انا حاولت ترجع له الاميل. يعني انا اخترقت موقع ثم ثلاثة ده انا كده بيتبقى بلاك هات هاكر. فانا اخترقت موقع عليه اكيد عايز اخرب. تمام? او يا اما انا عايز ازبط لنفسي. اللي انا بعرف عامل حاجة يعني. اـ 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 او يا اما. اـ مثلا فوحي الى الا اللي والله يعني ان وصلgia لبلنت اعضاء مش اكده يعزك ترجعولي لكده. فانا كده اشتغلت في الفرقة الفريقي التانية. فالهاكر اللي تلاقيه عملي التراقع學inin التراقم بالفريق اوés الوات هات هك maximize يسموه حلوى ع Current نكمل ايبا احنا كل هناك انتنت 2012 Oh yeah هالنقطة التانية عشان ايبا عندك نظام دفاع قوي تقدر تواجد نظام سكوروتي صح لازم تفهم العكار يفكر ازاي عشان كده مفيش مهندس سيكوريتي لازم في بداية الدراسة بتاعتك عشان ادرس سكيرتي صح؟ قبل ما يدرس الطرق الدفاعية بيدرس ابترة الطرق المجومية بيدرس ان انا بستخد بالطور الفلانية انا بستخده بالطور التانية ان انا اعراء مثلا السيربر بيشتغل ازاي في الثالثة اشتغل يعني ادرس الطور الثالثة بالرابع والخمسة بالستة فبقى عد خاصة بالهاكر فبالتالي بقيت تلوما أنا عندي العقلية بتاعته وقاليته وبيفكر زي أعرف بحض نظام الدفاس بتاعي في مقولة بتقول Don't interrupt your enemy while doing a mistake يعني ماضحة يعني بيقولك أما تشوف عدوك بيعمل خطأ ما تنغوش عليه سيبه ويعمل الخطأ بتاعه عشان أنت تستفيد بالخطأ بتاعه إزاي الكلام ده؟ الهكر بيستخدم المقولة دي الهكر بيستخدم المقولة دي ال Black Hat Hacker بيستخدم المقولة دي إنها أغلب عمليات الاختراق بتتم في الأنظمة في الشركات وكده أغلب عمليات الاختراق بتتم لأن في مواطن ضعف في صغرات موجودة تمام؟ فبالتالي لأن في صغرات موجودة فبالتالي هو بيستخدم الصغرات الموجودة دي بواسطة ما بواسطة مثلا الفغرة دي متجة عن خطأ مهندس السيكوريتي أو كده أو بشعر في الآخر استغل الخطأ ده وإنه يعمل هاك على السيستم فالهاكر بيستخدم المقولة دي حلو أو كده الوظيفة دي يكون في الوقو أنا مش كلمت عن الـ وكده أحب أقول لكم إن وظائف السيكوريتي أعلى في الرواتب من أعلى الوظائب من حيث الرواتب في الرواتب المتحدة الأمريكية تقدر تنافيجات الـ 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 محب محب بس أنا كذب لح حاجة هل هتقدر تستحمل عواقب المنافسة؟ هل هتقدر تستحمل عواقب المنافسة؟ تماما نتنقل على السلايد الثاني في حاجة الـ عملية الـ عملية الـ عملية الـ عملية الـ لها تلت تلت خطوات معروفة لأي هاكر أول حاجة حاجة اسمها تاني حاجة ثالث حاجة لو أنا عايز أختارك شركة أول حاجة بعمل حاجة اسمها إن أنا أتتبع أتتبع جاي من التتبع أو حتى في بعض الـ بيقولوا اسمها ريكونيسانس ريكونيسانس يعني التتبع بتتبع الشركة دي حل؟ يعني إيه بتتبع بقى؟ بجمع معلومات بيشوف الشركة دي مثلاً يعني أنا هعمل لنفسي كإني حرامي عايزة تخلص على الشركة دي فأنا بدرس الأول الشركة بتفتح إمتى؟ بتفل إمتى؟ بتفتح من قني بوابة وبقولوا دي بتتبع الساكان مين بيخش البوابة دي؟ حلو؟ فعن طريق كده أقدر يعني أحكي لكم السيناريو حصل ففرع من فرع شركة IBM آآ بعض فيه فيه ثلاثة هاكرز اخترقوا الشركة دي إزاي بقى؟ درسوا الفرع ده بيفتح إمتى؟ وبيقفل إمتى؟ وقارفوا إن قارفوا من قارفوا من خلال المعلومات اللي هم عملوها اللي هم جمعوها قارفوا إن فيه عام النظافة بيدخل الساعة 2 دول وبيخرج الساعة 4 طب اللي تالي لبسه عمل النظافة ده واستغلوا دخوله بالبوابة وطبع لأنه هو بيدخل بقى كزا مرة بتاع محدش بيما بيفترشه ولا بيسأله فيه الاجتماعات بتاعتك فلبسوا نفس اللبس بتاعه ودخلوا معاه دخلوا معاه وراه كده طب بالتالي بتوقع الأمن ما شكوش فيه طلعوا فوق عرفوا إن المدير في أجازة طلعوا عرفوا إن المدير في أجازة فإن اللي حصل طلع منهم واحد طلع منهم واحد لقوضة للدور بتاع المدير فكلم السكيرتيرا وقال لها أنا سيادتك أنا تبع المدير جايلك من طرف المدير بيقول لك اعمالي واحد اثنين ثلاث اربعة واخد الفلاشة دي حطيها في الجهاز بتاع المدير عشان يعملي واحد اثنين ثلاث اربعة فقالت له طب أنا أشعرفني إن المدير فعلا قال كده فلا سيادتك تصل بيه ففعلا كلم زميله التاني خلاها يقلت سوط المدير قالت سوط المدير بالزبط فكلم السكيرتيرا فقالها عملي إذا هو قالك عليه واحد اثنين ثلاث اربعة فمجرد ما هي حطت الفلاشة في الجهاز بتاع المدير هم كانوا مسطبين فيروس كانوا مسطبين فيروس على السوفتوير على الفلاشة فمنطقة البساطة عمل من غير اي من غير اي وش وبالتالي قدر اعمله على السيستم بتاع الشركة عن طريق جهاز المدير فأنا على طريق فوت برينتينج قدرت اخترق حدود الشركة وقدرت اوصل لحد السكيرتيرا قدرت ادخل برنامج بتاعي في الجهاز بتاعه طبعا ثاني حاجة نتورك سكاني طبعا انا عشان اخترق مثلا السيستم بتاع الشركة ما هو السيستم بتاع الشركة داع برا عن نتورك شبكة فأنا لازم اعرف مثلا معلومات عن الشبكة فيها كم جهاز بتستخدم رتورات وسويتشات اني شركة هل سيسكو ولا جونيفر ام 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 ا ده او البرنانك ده راح سطط بنفسه خالص وقدر يفتح مبين الجهاز بتاع المدير وما بين الهاجر. دي اللي بزيجت عتساس الهاجر. تمام. عشان تبدأ صح. اول حاجة لازم يكون عندك يعني قبل ما تدرس لازم يكون عندك اه معرفة عالية جدا بالشبكات. لازم يكون عندك معرفة عالية جدا بالزي السيرفرات بتشتغل. فجزء بتاع الشبكات ده سيسكو. الجزء بتاع السيرفرات ده مايكروسوفت. اللي انا لسه اقلو الفيديو اللي فات. هانا بقى. لازم يكون عندك خلفية على البرموضة والسكريبتات. مثل دي. مش حاجة يعني لو انت بعد على الامتهاش مش هتضرك. يعني هتعرف تبدأ. هتعرف تشتغل. الفكرة. الفكرة في حاجة. الفكرة يا جماعة اننا يعني ايه. الحتة الجزئية بتاعت البرموضة اللي عايز اعلق عليها بحاجة. انا في الغالب. التلات عمليات دول كل عملية منهم ديها الادوات بتاعتها. ولو ما نفعش اداف ولان هي اضرب الادات التانية. الادات التانية ما نفعش اضرب التالتة. هكذا. في مرحلة السيستم هاكم. في ادوات ممكن ما تنفعش. مضطر اعمل برنامج خاص عشان يحقق لي الحاجة اللي انا عايز اعملها. مضطر اعمل برنامج خاصي حقالي الحاجة اللي انا عايز اعملها. انا بسلا عايز اعمل. عايز ادخل على الجهاز البولاري. وعايز اسطط برنامج. بحيث ان او بحيث ان اي اه كل ما يدكيت الباسورد. ده مسلا البرنامج ده يرقبه. تمام? فانا عملت برنامج جرائي بالموضوع ده. انا ما لقيتش برنامج زي ده في النت. هو اه موجود يعني انا برضا انا بقول لك انت عايز اطبق فكرة مش موجودة. يعني ان انا الفكرة انا بتاكي عليها ان انا عايز بنسب برنامج جرائي بالموضوع دوتو. ده اسمك كيلوجر. تمام? طب افرد انت عايز تعمل برنامج يعقق لك جزئية في عمليات الهاكن وهو مش موجود على النت. فانتب لازم يكون عندك اه برنامج معاك. فازال فيروسات مثلا في بقى الهاكن بيعملوا فيروسات خاصة بيهم. مليدهاش حد. طب اه لكن في معاقع انت يعني انت عسابي المسألة وجهت درست ال-CH اه يعني احنا نتكلم عالشهادات اللي خاصة بالهاكن بالهاكن. اه بتبع ال-AC council لو درست ال-CH. اه او كده بيديك المؤسسة اللي هي ديتك الكورس مثلا بتاع الهاكن ده عشان تبقى بتديك موقع بتقدر تنزم عليه فيروسات وحاجات تقدر تستعمل فيه وعملات الهاكن. كمام? اه فانا بقول لك يعني فيه ناس بتجيب الفيروسات دي جاهزة. فيه ناس بتعمل فيروسات خاصة بيها. فالاااااااااااااا فانت يعني هاي ركومندو الجزئية دي. طب. اه رابع حاجة اه لازم يكون عندك صبر لعملات الهاكن بتاخد فترة. لازم يكون عندك صبر. لازم يكون عندك تفكير منطقي. لازم يكون يعني بالاخر كده لازم يكون عندك الهاكن من تلاتي. يعني مع عملية الهاكن بتتم هي عملية منطقية اكتر منها عملية عملية منطقية اكتر منها عملية تكنيكا. انا سهل جدا احفظك. لكن مش سهل ان انا احفظك اثبت ارسخ بتاعت التفكير. انت اللي لازم تزرع دي جواك. انت اللي لازم تزرع دي جواك. طب. اه نزيل على السلايد الثاني اه يوروت 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 الطريق بتاعك اول حاجة يعني انا قلت لك اول لازم يكون عندها خلفية بالنتورك لازم يكون عندها خلفية بالسيرفرات ده جز السيسكو وده جز ميكروسوط. انصحك تاخد الاول قبل ما تبدأ الشهادات دي. انصحك تاخد شهادة CCNA او تدرسها وتدرس الMCCC اللي انا قلتها في الفيديو اللي فاته. بعد كده بتدرس بس الشهادة اسمها C-H ان شاء الله نصدرها على اخر 2014 الشهادة دي. عشان تحضر الشهادة دي تمانها بالكورس بكل حاجة لا يقل عن 10.000 معايه؟ فانت مستعجلش يعني انك تخش او شايف ايه وكلا اذا كده هيصد في صدق يعني او برضو في الاخر ايه تستفاد بمعلومات. لكن لان انت مش سهل انك تنزل في موقع يعني خلي بالك انت سهل تشتغل كنتورك انجينير وانت لسه في مرحلة الكلية سهل. لكن انت صعب انك تشتغل ك مرحلة كلية. صعب. لان العملية تكنيك القوي وعايزة الدراسة جامدة جدا. طب. اه بتدرس فيش هادة اسمه ايه 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 ده بقى اللي بيحقق في الجرائم الالكترونية اللي بيحقق في الجرائم الالكترونية مثلا بانك تام مسر ايه ايه. طب يحددوا بقى الهاكر اللي دخلوا على البانك اللي دخلوا على البانك ده وصرق الفلوس وكولانية. تمام؟ اللي بيحدد الموضوع ده كله واحد ده بقى مش هاكر ده عده مستوى الهاكر. ده يقدر يقفش الهاكر جميعين. حينا. فيش هادة تانية اسمها البي تي? انا اه الا يعني بتتكلم البي تي تتكلم عن فلنت ريشل تست. فلنت ريشل تست يعني يعتبر الشهادة دي زي سي اتش بالظبط. يعني يعتبر زيها. بالكلام بنفس المنطق يعني انت الشهادة سي اتش بيعلمك ازاي تعمل اه عملية اختلاق على سيستم لشركة. عشان تعرف النواحي الدفاعية بتاخد بتاعتك. فالل بي تي برضو بتعلمك ازاي تعمل في الاختراق. تمام? اختبار الاختراق. انت بتقول بتخترق السيرفر ده عشان تكشف الصغرات الموجودة فيه فانت تحس لهم زيه زي بعض. بس ال بي تي اعلى شوية في المستوى. خلي بقى انا انا قد تترك يعني الترتيب بتاعها سي اتش اعلى يعني سي اتش بس يعني دي الانتائر بتاعك. تمام؟ بعدها ال ال بي تي بعد كده سي اتش افعي. وعشان لو عايز تشوف فيش هدات تانية كتير. يعني فيش هدات تانية في مجال سيكريورتي كتير. اه يعني انا رح نكتب لك اسم الموقع. اه اسي كاونسل فالاسي كاونسل. اه ندخل عليه. انا قد تدخل عليه السوق. اي سي كاونسل. اي سي كاونسل. اي سي كاونسل منظمة من اكبر منظمات العالمية. اه بي شغلت مجال سيكورتي. وشغلت مجال ترينيج على السيكورتي. عندك شهادة C-H عندك شهادة C-H-F-I في الشهادة Certified Sheer Information Security Officer كمان؟ فيش L-B-T تكلمني عنه شهادة كتير في كل ده في مجال Security كل ده في مجال Security Security مش مجال واحد Security مش مجال واحد بحر حاجة مشوطة جداً بس انا انصحك انت يعني اللي هيخليك ترد شهادة في السوق في الماركت هو C-H كفيلة انها تخليك ترد شهادة في الماركت طب انا خلصت الفيديو بتمنى بتكونوا استفدتوا بتمنى بتمنى ان شاء الله ان شاء الله تعليقاتكم وقرائكم ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله فيه ناس طلبوا مني انا اخذوا لهم اماكن ان هم اخذوا فيها كورسات كورسات الشبكات وكده فيه ناس سألت في كذا حاجة فيه ناس طب انا اخد شهادات ايه طب انا اخد شهادات ايه فكده فانا ان شاء الله بإذن الله الساعة واحدة بإذن الله هكون موجود فيه الكلية من عشرة لحد الساعة واحدة هكون موجود في الكلية اه فيه ناس ان شاء الله يعني فيه واحد عمل بوست تقريبا عشان يجمع الناس اللي عايزة تيديوا كده ونتكلم كده كل واحد كده نسمع كلان فبالتالي اقدر اه احط لكل واحد افهم يعني افهم مشكلة كل واحد وتبدأ ازا اتمنى يكون الفيديو عجبكو و هشوفكو في فيديو رقب ثلاثة و السلام عليكم ورحمة الله